موسيقى ولي العهد يبحث مع وزير الخزانة البريطاني اوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وفق رؤية المملكة عشرين ثلاثين منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني يكشف عن ثماني شراكات استراتيجية بين المملكة وبريطانيا موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية من الاخبارية التقى صاحب السمو الملكي لمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة البريطانية لندن وزير الخزانة البريطاني فليب هاموند يرافقه الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات البريطانية بحضور اصحاب المعالي من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد وجرى خلال اللقاء استعراض اوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة عشرين ثلاثين وعلى هامشي زيارة ولي العهد عقد في لندن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني بعنوان مرحلة التحول من الرؤية الى التطبيق وشهد المنتدى توقيع ثمانية عشرة اتفاقية اقتصادية بين المملكة وبريطانيا في المجالات الاستثمارية المختلفة ومن بين هذه الاتفاقيات الشركة بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة إسترا زينيكا البريطانية بهدف الاستثمار ونقل التقنية مع توقعات بان يصل حجم المبيعات الى ثلاثمائة مليون ريال وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كشف خلال المنتدى عن ثماني شراكات استراتيجية بين الجانبين من بينها مذكرة تفاهم وقعتها ارامكو للسعي الى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع رويال داتشل كما وقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع الاتحاد اوروبي لمحترفي الجولف بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنظيم واستضافة فعاليات الرياضية عالمية فيما وقعت هيئة الثقافة ومسرح الشباب الوطني في بريطانيا مذكرة تفاهم في اطار فعاليات الايام الثقافية السعودية المقامة في لندن حاليا وتستمر ثلاثة ايام كما اتفقت وزارة التعليم عن تشكيل لجنة عليا مع نظيرتها البريطانية لتحديد جوانب التعاون المشترك تتضمن لقاءة مشتركة خلال الشهر القادم في اطار التحول الوطني ورؤية عشرين ثلاثين ابرمت الهيئة العامة للاستثمار مع وزارة التجارة الدولية البريطانية برنامج عمل تعاوني للتجارة والاستثمار وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين ويؤكد برنامج العمل التعاون على تبادل المعلومات لتقديم الدعم المتبادل لصالح الشركات السعودية والبريطانية بما يخدم ويعزز الاستثمار بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين ودعم الاستثمار الاجنبي المباشر منحت الهيئة العامة للاستثمار عشرة تراخيص استثمارية لشركات بريطانية وذلك على هامش منتدى كبار المسؤولين التنفيذيين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن وجمع عددا من الشخصيات السياسية والتجارية من المملكة والمملكة المتحدة وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن الإصلاحات التي تشهدها المملكة ستعمل على فتح الفرص أمام المستثمرين في أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط لافتا إلى أن هناك فرصا للشركة البريطانية للاستثمار في السوق السعودي قال رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر إن لدى الشركة خططا ضخمة للاستثمار على مدى الأعوام العشر القادمة وتشمل الخطط العديدة من المشاريع العالمية الكبرى التي سيكون لقطاع الأعمال البريطانية دور كبير فيها موضحا أن هناك الكثير من فرص الشراكة والتعاون في إطار رؤية المملكة عشرين ثلاثين ليس فقط في قطاع النفط والغاز وإنما في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والخدمات الصناعية أيضا والتي تعد قطاعات مهمة لإدارة وتشغيل أعمال شركة أرامكو السعودية قالت وزيرة الاستثمار المصرية إن بلادها تسلمت مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة ضمن قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليها مسبقا تستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر المزيد في هذا التقرير متابع مليار دولار جديدة تم تحويلها إلى البنك المركزي المصري عن طريق البنك الدولي تلقتها مصر كجزء من برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة هذه التمويلات أتت لمسندة الموزنة العملة للدولة في الأساس وليس لتمويل برامج أو مشروعات بين وبالتالي ما حصلت عليه مصر من الشريحتين خلال العامين الماضيين ومؤخرا الشريحة الثالثة من البنك الدولي للقدار في حدود مليار دولار هي مؤكد داخل لتمويل الموازنة العامة للدولة في الأساس كي يتم ضبط معاشرات الاقتصاد الكل ويدعم القرض الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لإيجاد وظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العام ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار بنعمل السعر الاقتصادي وفي إطار تعويم سعر الجنيه وفي إطار إضافة أسعار الفائدة مؤكد أن كل هذا خلق ضغوط كبيرة بالإضافة طبعا للضغوط التضخمية داخل الاقتصاد لكن خلق ضغوط كبيرة للغاية على الموازنة العامة للدولة وقالت وزيرة الاستثمار صحر نصر إن مصر تلقت كذلك 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى وتم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا إلى جانب 170 مليون دولار من فرنسا في وقت تجاوز فيه الدين الخارجي للبلاد حاجز 80 مليار دولار ربما ينزعج البعض من ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر لنحو 80 مليار دولار ولكن ما يمكن أن نطمئن به البعض أن الكثير أو نسبة كبيرة من الكروض الخارجية هي كروض طويلة الأجل تتجاوز مداها الخمس سنوات لذا أعتقد أن الضغط على المالية العامة المصرية لسداد مثل هذه التزامات في وقت مبكر غير مطروح في الوقت الحالي ويشمل القرض مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا ويبلغ أجل الاستحقاق 35 عاما مع فترة سماح تمتد خمسة أعوام فضلا عن فائدة متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن ليبور مليار دولار جديد تدخل خزائن الدولة المصرية لتضاف إلى الاحتياطي النقدي من المقرر أن تسهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما في خلق وظائف جديدة ودعم وتأمين لإمدادات الطاقة حسن فوداء الإخبارية القاهرة أظهرت بيانات اقتصادية أن الانتاج الصناعي الألماني هبط على غير المتوقع في يناير ليضيف المزيد من الإشارات على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا تعمل بأبطأ وطيرة في بداية العام وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد أن الانتاج هبط عشر بالمئة وأن الصادرات هبطت على غير المتوقع خمسة عشر بالمئة في يناير كما تراجعت الواردات خمسة عشر بالمئة ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة اليوم مع سعود أسواق الأسهم الأسوية هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت ثمانية عشر سنة لتصل إلى ثلاثة وستين دولار وتسعة وسبعين سنة للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمراكي ثلاثة عشر سنة لتغلق عند مستوى ستين دولار وخمسة وعشرين سنة للبرميل تباين أداء الدولار الأمراكي مقابل أغلب العملات الرئيسية في أعقاب بيانات اقتصادية إيجابية بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة وارتفع موشر الدولار الذي يقيس بنسبة عشر بالمئة ليصل إلى ثنتين وتسعين نقطة وفي المقابل انخفض اليورو أمام الدولار بنسبة عشر بالمئة ليصل إلى دولار واثنين وعشر سنة في حين ارتفع الجني الاسترليني أمام العملة الأمراكية بنسبة عشرين بالمئة مسجلا دولار وثمانية وثلاثين سنة بينما ارتفع الدولار بنسبة ستة عشر بالمئة مقابل الين الياباني ليصل إلى مئة وستة ين وثمانية أجزاء من الين وصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار مقابل الين وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ثلاثة عشر بالمئة ليصل إلى ألف وثلاثمائة وثمانية عشر دولار وستة سنتات للوقية بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أبريل عشرين بالمئة ليصل إلى ألف وثلاثمائة وتسعة عشر دولار للوقية ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض الفضة ثلاثة عشر بالمئة لتصل إلى ستة عشر دولار وخمسة واربعين سنت للوقية بينما نزل البلاتين عشر بالمئة ليصل إلى تسعمائة وواحد وخمسين دولار للوقية أضاف الاقتصاد الأمريكي ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وظيفة في فبراير فيما تباطأ معدل نمو الأجور على أساس سنوي وتعتبر هذه البيانات أعلى من توقعات المحللين بإضافة مئتين وخمسة ألاف وظيفة في الشهر الماضي فيما ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له في سبعة عشر عاما دون تغيير مسجلا أربعة فاصل واحد بالمئة للشهر الخامس على التوالي قفز العجز التجاري الأمريكي لا أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات في يناير وتسع العجز المسجل مع الصين بشكل حاد ما ينبئ بأن سياسات التجارة التي ينتهج ها الرئيس دونالد ترام تحت شعار أمريكا أولا من المستبعد أن يكون لها تأثير ملموس على العجز نتابع العز التجاري في الولايات المتحدة يسجل أعلى مستوى لم يشد له الاقتصاد الأمريكي منذ عشر سنوات مسجلا ستة وخمسين مليار وستة ملايين دولار نسبة هذا العز هي أقل بقليل لما سجل في العام 2008 عندما وصل العز إلى مستوى خمسة وثلاثة عشر بالمئة هذه الأرقام تأتي بعكس جميع التوقعات كنا نأمل أن تكون الزيادة بالعجز التجاري أقل بكثير مما أعلنت وزارة التجارة حيث كان صادما حقا أرى أن أي جزء من هذه الزيادة في العز يعود إلى بعض الارتفاع في أسعار السلع الأولية نهيك عن أسباب أخرى عديدة العز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين الذي يتسهم بحساسية سياسية ارتفع بنسبة 8.1% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 375 مليار دولار العام الماضي يشير تساع العز التجاري مع الصين بشكل حاد إلى أن سياسات التجارة التي ينتهجها رئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار أمريكا أولا لن يكون لها تأثير ملموس على خض العز التجاري الذي استمر في الارتفاع بعد عام من توليه الرئاسة كان الرئيس واضحا للغاية أنه يريد معالجة اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول أنه يشعر وكأن الولايات المتحدة قد استغلت لفترة طويلة جدا ولن يسمح لذلك بالاستمرار تحت مراقبته الرئيس الأمريكي يرى أن بلاده تتعرض للاستغلالي من قبل شركائها التجاريين مقررا فرض رسوم على استيراد بعض السلع لحماية الصناعات المحلية لكن إجراءاته فيما يتعلق بالحماية التجارية أوقدت فيما يبدو شررة المخاوف من حرب تجارية حالة من ترقب تعيشها الأوساط الاقتصادية إذ من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض اليوم عن تعريفات جمركية جديدة ستطال بعض الواردات خاصة تلك المتعلقة بالألمينيوم والصلبة حسين إبراهيم للإخبارية نيويورك أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في برصة وولد ستريت مرتفعا 93 نقطة مسجلا 24895 نقطة كما صعد المؤشر ستاندرد أنبورس خمسمائا لأوسع نطاقا 12 نقطة ليغلق عند 2738 نقطة وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 31 نقطة ليصل إلى 7427 نقطة إلى العنوين ولي العهد ولي العهد يبحث مع وزير الخزانة البريطاني أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وفق رؤية المملكة 2030 ومنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني يكشف عن ثماني شركات استراتيجية بين المملكة وبريطانيا هذا كل شيء في الاقتصاد حتى اللحظة شكرا لكم لطيب المتابعة شكرا لكم شكرا للمشاهدة